اشتركوا في القناة المسيح لكي يعيد للإنسان سلطانه المفقود بسبب الخطية نقرأ مع بعض برضو من نفس الأصحاح يقول كده في آية 6 لكن شهد واحد في موضع قائلا ما هو الإنسان حتى تذكره أو ابن الإنسان حتى تفتقده وضعته قليلا عن الملائكة بمجد وكرامة كللته وأقمته على أعمال يديك هنا طبعا كاتب العبرانيين بيقتبس من مزمور 8 من آية 4 إلى آية 6 وضعته قليلا عن الملائكة المسيح باعتباره إنسان الإنسان في مرتبة أقل من الملائكة لكن المسيح رغم أنه في تجسده إنسان وفي مرتبة أقل من الملائكة لكنه أعظم من الملائكة لأنه حقق إنجازات عظيمة تخليه أعظم من الملائكة فهنا بيقول إنه كللت على أعمال يديك أخضعت كل شيء تحت قدميه لأنه إذ أخضع الكل له لم يترك شيئا غير خاضع له على أننا الآن لسنا نرى الكل بعد مخضعا له ولكن الذي وضع قليلا عن الملائكة يسوع نراه مكللا بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت يبقى إذن المسيح لم تجسد الله الذي ظهر في الجسد في شخص المسيح زمان في الخليق الله خلق آدم وصلتوا على أعمال يديه صلتوا على الحيوانات صلتوا على سمك البحر الإنسان بسبب خطيته فقد هذا السلطان ما يدرش الإنسان يعيش مع الأسد ما يدرش الإنسان يعيش مع الوحوش فقد هذا الإنسان سلطانه بسبب الخطية وجد على الأرض إنسان آدم الثاني الإنسان الثاني آدم الأخير فبسبب بره وبسبب حياته القدوسة رد للإنسان سلطانه المفقود بسبب الخطية وبقي المسيح كإنسان له سيادة على الخليقة حتى حضرتك لما تلاحظ أنه في امتحان المسيح في البرية كان معه الوحوش كان معه الوحوش إلى أنه هو وضع الأساس بتجسده وضع الأساس ليعيد السلطان المفقود بسبب الخطية لكن كاتب العبرانيين بيقول بس إحنا حاليا مش شايفين أنه كل حاجة مخضعة له لكن يستطيع أن يسود على قلبنا وعلى حياتنا ويملك على حياتنا ويملك على بيوتنا إلا أن يأتي الوقت ويسود على العالم كله ويخضع كل شيء تحت قدميه ترجمة نانسي قنقر